محكمة إسرائيل مطلب أكثر من أن يكون قضية عابرة فانتهاكات الاحتلال في غزة انتقلت من مرحلة الإدانة والدعوات إلى وقفها لتندرج هذه المرة تحت بند المحاسبة والعقاب في محكمة المهمة والأساسية النظر والبت بقضايا الإبادة الجماعية قبل الخوض في الدعوات ضد إسرائيل واجب الوقوف لمعرفة ما هي عمل محكمة العدل الدولي حيث يطلق عليها أيضا اسما أو يطلق عليها اسم المحكمة العالمية وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول تعقد المحكمة هذا الأسبوع وتحديدا يومي الخميس والجمعة جلسات للنظر في دعوة رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل فيها بارتكاب إجراء إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة وتطالب بوقف حاجر لهجماتها العنيفة تتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا وسيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات وعهدت الأمم المتحدة ملف الدعوة يتكون من 48 صفحة تقول جنوب إفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى النفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف المعاشية تهدف إلى تدميرهم جسديا يعد إبادة جماعية ولأن كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل وقعتا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 فإن ذلك يمنح المحكمة الفصلة في القضية على أساس المعاهدة حيث تلزم اتفاقية الإبادة الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكابها بل وبمنعها والمعاقبة عليها موسيقى 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 للمزيد راح بضيفة من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علوان دكتور محمد أهلا بك بداية بحكمة العدد الدولي سأستطيعنا في جلسة اجتماع الخميس الجمعة التهمة هي الإبادة الجماعية في دعوة جنوب إفريقيا يسهل يصعب إثبات اتهامات الإبادة الجماعية دكتور محمد دعني أجيب على هذا السؤال على الشكل التالي تفضل جنوب إفريقيا دولة معروفة ولها تاريخ نضالي كبير والدعوة التي قدمتها لها رمزية خاصة لأنها تأتي من مثل هذه الدولة التي تحتل هذا الثقل في العالم أجمع وحسنا فعلت جنوب إفريقيا بأنها هي التي تقدمت بالدعوة كان هناك من يعتقد أن الدول العربية هي التي يحسن بها أن تقدم هذه الدعوة إلى المحكمة ولكن حسنا فعلت جنوب إفريقيا بتقديمها لهذه الدعوة والتي تقدمت بالدعوة كتبت بطريقة لا يستطيع عدد كبير جدا من الفقهاء والقانونيين كتابة لائحة مثلها هي مكتوبة بشكل ممتاز لا غبارة عليه هي تتكون لائحة الدعوة من 84 صفحة وهي فعلا ترقى إلى أفضل الكتابات القانونية في مجالها الدعوة كما تفضلت استندت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ذلك أن المادة التاسعة من هذه الاتفاقية تجيز لأي دولة طرف فيها أن تقاضي دولة طرف أخرى فيها إذا كان هناك ثمة خلاف بين الدولتين يتعلق هذا الخلاف بتفسير أو بتنفيذ أو بتطبيق هذه الاتفاقية وجنوب إفريقيا اعتبرت أن هناك ثمة خلاف بينها وبين دولة الكيان بهذا الصدد وهي على هذا الأساس تريد أن تقول المحكمة أن جنوب إفريقيا مسؤولة عن خرقها لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ذلك لأنها لم تمنع الإبادة هذا فضلا عن أنها ارتكبت إبادة كيف لنا أن نزعم أن ندلل على ذلك الإبادة الجماعية عرفت في أكثر من مرة عرفت في الاتفاقية عرفت في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة السابق على الاتفاقية وعرفت كذلك في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى هذا الأساس الإبادة الجماعية تتكون من مجموعة من الأفعال هذه الأفعال إذا مرتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو دينية أو إثنية أو عرقية فالجريمة تكون قد تحققت لا يوجد ثمة شك في أن دولة الكيان الصهيوني ارتكبت عدة أفعال وبنية التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة من هي الجماعة؟ الجماعة المقصود فيها أهل غزة وهم جزء من الشعب الفلسطيني فقتل أعضاء من الجماعة هي قتلت أكثر الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة كما أنه ألحق أذن جسدي أو معنوي عقلي خطير بهذه الجماعة القومية ذلك أن عدد الجرحة تجاوز 50 ألف جريح ثم أن دولة الكيان أخضعت الشعب الفلسطيني في غزة وعمدا لظروف معيشية يراد بها التدمير الكلي والجزئي لأفراد الجماعة من جهة رابعة وأخيرة هي سعت إلى منع الولادات في قطاع غزة وهذه الأفعال بمجملها تشكل جريمة إبادة جماعية كيف لنا أن نثبت نية التدمير الكلي أو الجزئي؟ هذه النية تأكدت في عشرات بل مئات التصريحات التي صدرت عن كبار القادة والمسؤولين في دولة الكيان بمن فيهم رئيس الوزراء بمن فيهم رئيس الدولة بمن فيهم قادة الجيش قادة الأمن حتى الصحافة الإسرائيلية حتى وزراء البيئة هناك من دعا إلى ضرب قطاع غزة بسلاح النووي هناك من دعا إلى مسح غزة من الخريطة هناك من قال أنه لا يوجد أي مدني في غزة ذلك لأن جميعهم يؤيدون حماس وكان عليهم أن ينتفضوا عليها وأن يكفوا ضدها كل هذه التصريحات تنموا عن مية التدمير الكلي أو الجزئي لأهل غزة دكتور محمد هل يفهم من هذا الكلام؟ أنه يجب الاطبئنان للنتيجة بحجة أن القانون والقضاء بعيدان عن تأثير السياسة الضغوط تتفق مع ذلك يجب أن نكون منطمئنين بأنه لن تكون لك ضغوط على هذه المحكمة لأن إسرائيل أيضا ستدافع وستقول بأنها تعرضت للقصف ولولا القبة الحديدية لقتل الألاف من المدنيين حماس تتخذ من المستشفيات والمدارس دروعا البشرية تحتجز أسرى نساء أطفال كيف ترى الموقف الإسرائيلي هنا؟ البعض يعتبر أو ربما تعتبر إسرائيل أن جلسة الاستماع لمحكمة العادل الدولية ستكون بمثابة منصة لها لإسمع صوتها؟ نعم هذا سؤال وجيه جدا لكن قضاة محكمة العادل الدولية يفترض فيهم أنهم على درجة عالية من الكفاءة والموضوعية وهم لا يتلقون تعليمات أو أوامر من دولهم أقصد دول الجنسية عدد القضاة في محكمة العادل الدولية كما سبق وأن تفضلت وكلت 15 قاضيا هم ينتمون إلى عدة دول يفترض إذن أن المحكمة ستكون موضوعية والمحكمة عرفة وعهد عنها دائما أنها محكمة موضوعية طبعا المسائل السياسية لا شك في وجودها في هذه القضية وعلى الأرجح أن دولة الكيان والولايات المتحدة لديها من الأساليب للتوصل إلى ضغوط يعني تستطيع أن تضغط على قضاة المحكمة ولكن أعتقد أن القضاء لا يخضعون لضغوط شأنهم في ذلك شأن أي قاضي في أي بلد في العالم يفترض في القاضي أن لا يخضع لأي ضغوط مع إقراري أن الولايات المتحدة يعني ذهبت إلى حد الضغط على المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية وإلى الضغط على قضاتها وحرمت بعضهم من الحصول على تأشيرة الزيارة للولايات المتحدة هي تستطيع إذن أن تفعل هذا كله ولكن أعتقد أن القضية قوية جدا وعلى الأرجح أن المحكمة ستصدر في وقت قريب التدابير الوقتية وهذه التدابير الوقتية قامت جنوب إفريقيا بطلبها وهي تتمثل بشكل خاص في وقف حرب الإبادة التي تشنها دولة الكيان على أهل غزة الوقت بدأ يدركنا أنا أشكرك على هذه المشاركة وعلى كل هذه التوضيحات والمعلومات أستاذ القانون الدولي الدكتورة محمد عنوان شكرا جزيلا لك سيدي ترجمة نانسي قنقر